اشتركوا في القناة وان نجد لموجدتهم وان نصاب لمصابهم وان نكترب لكربتهم انما المؤمنون اخوة هل نحن نقاوها فقط دون ان يكون لها الاثر على واقعنا على اموالنا على انفسنا على جهادنا اين الاخوة الاسلامية اين الرفع اهل الدين اين الحرص على نصرة المسلمين اين حق المسلم على المسلم يقول الله يوم القيامة للعبد يا عبد مرضت فلم تعدني قال كيف اعودك وانت رب العالمين قال قد مرض عبدي فلان فلم تعده فلو عدته لوجدت ذلك عندي فاذا كان الله تعالى يعاتب العبد لما لم تزر فلانا لما مرض ولم تعده ولم تقف معه فكيف اذا كان يقتل ويسحل ويغتصب وتغتصب بناته وتأخذ امواله ويحال بينه وبين دينه كيف يكون الشأنه اذا اين حكام المسلمين اين اسلحتهم اين طائراتهم اين وحدتهم اين غيرتهم اين وقوفهم مع اخوانهم انا انتظر من نصارى ان ينصروهم انا تنقب في كل يوم قرارا من الناتو او من مجلسلام او من غيره اين نصرة الاسلام ماذا سيقول الحكام لربنا اذا سألهم عن امرأة ثكرة وطفل يتيم وفتاة اغتصبت وهي عفيفة ماذا سيقول لربهم اذا سألهم اين اسلحتكم اين طائراتكم اين علاقاتكم اين قراراتكم لماذا لم تفعلوا شيئا ماذا سيقولون لله تعالى يوم القيامة سيسأل الله اصحاب الاموال لمن لم تدعموا اخوانكم هناك لمن لم تدعموا جهادهم ضد عدوهم الفاجر لمن لم تدعموهم بماركم وجهدكم ومن اراد ان يصل فيستطيع الوصول والله اني وافق ان الله تعالى سينصره وكأني ارى بين عيني الان هذا الفاجر بشار وزمرته كأني ارىهم اما قتلى واما هاربين واما مسجونين والله كأني ارى ذلك امام عيني الان واخسم بالله تعالى ان شاء الله ان ذلك حاصل يقول ابن تيميه اذا اراد الله اسقاط حاكم اسقط هيبته من القلوب اولا وها هو قد صغطت هيبته فلا ينادى الا بالخنزير والقدر والفاجر والناس ينبزونه بهذه الألقاب حتى في داخل سوريا انني اوجه نداء الى كل من كان معه في جيشه الى ان لا يتعاونوا معه على ظلمه لا تريقوا دما حراما لزوال السماوات والارض اهونوا عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق انني انادي الجميع هناك الى ان ينضموا الى الجيش السوري الحر وهاهم ولله الحمد عقد وعمد ورتب كبيرة عسكرية ينضمون الى الجهاد في سبيل الله انني انادي كل حر في سوريا الى ان يخرج على هذا النظام الفاجر وان لا يعاونه وان لا يأدر له باستقرار ابدا وان يبذلوا ما يستطيعوا في سبيل نصرة اخوانهم في كل موطن هناك الدافع دافعوا عن اعراضكم دافعوا عن انفسكم دافعوا عن امواركم لا تكون لقبة سهلة يأكلوا هؤلاء الفجرة ولا ان كان هو يستنصر بالفارسيين الخونة الشيعة الفجرة ويستنصر بعزب الله اننا نستنصر بربنا جل وعلا الحي الذي لا يموت له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير اللهم يا حي يا قيوم اننا نسألك ان ترينا عجائب قدرتك على بشار وزمرته اللهم اننا نسألك ان تثأر لبكاء العذارة اللهم اننا نسألك ان تثأر اليتامة اللهم اننا نسألك ان تغار للحيارة اللهم ارينا فيه عجائب قدرتك اللهم ارينا فيه عجائب قدرتك اللهم اشف صدور قوم مؤمنين واذهب غيظ قلوبهم يا منان يا حي يا قيوم يا ملك يا مؤمن يا سلام يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا قوي يا متكبر سبحانك ما اعظمك سبحانك ما اقدرك سبحانك ما اجلك وارفعك سبحانك ما اعلاك واعزك اللهم اننا نستنصرك عليه فارينا فيه عجائب قدرتك اللهم ارينا فيه عجائب قدرتك اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم انهم قد انتهكوا الاعراب وسلبوا الاموال وضيقوا على الدين اللهم فاننا نسألك ان تغار نسألك ان تغار نسألك ان تغار يا حي يا قيوم نسألك ان تغار يا قوي يا عزيز اللهم ارينا فيه عجائب قدرتك قدرتك اللهم ارينا فيه عجائب قدرتك اللهم اقلب قوته ضعفا اللهم اقلب عزه ذلا اللهم اقلب انصاره اعداء يا حي يا قيوم كاذا الجلال والاكرام يا رب العالمين